في كثير من الأحيان بنجد أسماء مختلفة لهذا العلم ممكن نجد النقد التاريخي النقد الأدبي النقد الكتابي أنا بتدعي من خلال قراءاتي أن هذه الأسماء مترادفة وليها نفس المعنى هو في النهاية مسألة النقد النقد المقصود بي الحكم على صحة الشيء هم بيقولوا نقد تاريخي لما بيتكلموا عن أصفار تاريخية نقد أدبي لما بيتكلموا عن كتابات أدبية وحكمية وشعرية وقصصية وكلام من ده نقد كتابي لما بيتكلموا عن الأصفار الكتابية لكن هي القضية كلها في كلمة النقد إيه المقصود بالنقد؟ النقد المقصود بي الحكم على صحة الشيء عايز أبحث في هذه الكتابات أتأكد من صحتها أتأكد من أن ما حصل لهاش تحريف أتأكد من أن المعلومات اللي فيها صحيحة وهكذا